السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا. انك انت العليم. انك انت العليم الحكيم. طبعا دي مقدمة عبدالعيد. اللهم اجزاء يعاننا الفخير. اه تعالوا نشوف الايه. احنا كنا نتكلم النهاردة عن ال اخر مرة احنا كنا نتكلمنا عن الليست. فتعالوا نشيرها بعدها مش هنحتاجها معانا. ولا هنحتاج الاي او. اه ولا سيبها ممكن نحتاجها. طيب خلينا دلوقتي نتكلم على ايه هي طبعا احنا كده بدأنا نخش يعني في الحاجات الاكسر تعقيدا شوية مش موقدة ولا حاجة ده برمج كلها بسيطة. طيب هي عبارة عن بتتكتب بالطريقة دي اولا. اه يعني اه اقواس دائرية وبعد كده اقواس متعرجة. طيب الاقواس الدائرية هنا بكتب يعني شرط. لو الشرط ده تحقق هيتنفز اللي جوان. لو ما تحققش مش هيتنفز. تمام? دي بكل بساطة. يعني لو الشرط اللي هنا هتحقق هيتنفز اللي جوة. لو ما تحققش مش هينفز اللي جوة. انا بقول له ايه لو. لو ده تحقق يعني. طيب تعالوا مسلا نعمل هنا مسلا. اه نكتب مسلا انت اكس 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 خمسة. تمام? انا بقول له دلوقتي في انتجر عندي اسمه اكس بسوي خمسة. هنا بقى هقول له لو الاكس. بصوا بقى اكوال اكوال. يعني ايه اكوال اكوال? اربعة مسلا. يعني ايه اكوال اكوال? ايه الكلام ان انا بكتبه ده? اكوال اكوال يعني انا بقول له هل الاكس بيساوي ده معناه، إننا ما ينفعش أكتب أكتب اكتب واحدها كده كده أنا أعرفه، أقول لي الـ x بيساوي أربعة يعني أنا عملت غير رايتنج على الـ x كان بخمسة في الأول، بعد كده خريته باربعة لا، أنا مش عاوز أعمل غير رايتنج أنا عاوز أعمل، يعني أسأل سؤال هل هو بيساويه ولا لا؟ يبقى اكتب 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 محرف لما أقوله اكتب 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 أكتب محرفة هقول له مثلا يس يبقى هو بيزاوي الى 4 ونحط سيميكولوب تعالوا نعمل غني هيديني ايه مش هيديني حاجة ليه مش هيديني حاجة لان هو ما دخلش هنا ما دخلش جوه الاكواس المتعرجة دي ليه لان الكونديشن غلط الكونديشن الداني فولس انا هو ما بيخشش جوه الا ما الكونديشن يبقى true طيب انت لو انا اتكت خمسة هل الاكس بتسوي خمسة ايوه بتسوي خمسة لان هي فوق بخمسة ايه ايه هيعمل كده دلوقتي هيخش جوه هيكتب لي هياس طيب حالة تانية تعالوا كده نقول بصوا بقى الحتة دي ونحط هنا اصدر بس تعال نوسع عشان نبفاهمين الدنيا مش هزا الاف بيقول لي لو الاكس بتسوي خمسة اعمل لي اكتب لي هياس خمسة بقى لو الاكس بتسوي اربعة بصوا كده تمام هو ما بيكملش الايدي ده ما بيكملش معي بس اوكي ادي نوس نوس بصوا كده معي انا بقول له لو الاكس بيسوي اربعة اطبع لي هياس لو هو مش كده اقلس يعني لو ده ما حصلش تمام اطبع لي نوس ايه اللي هيحصل دلوقتي هيتبع لي هياس ولا نوس مم نوس اكيد ليه لان هو الاكس بتسوي خمسة مش اربعة امتى يطبع ايس تمام تمام ليه بقى لان انا بقمت شايل خالص وقمت كاتب ترو ايه رأيك هيقول لي حاجة انا مش هيقول لي حاجة ليه لان انا بقول له خلاص هي هي دايما ترو مالكش دعوة يخش انت بقى مالكش دعوة من لان ايه عاوزه فيخش دايما في الاف مش هيخش في الالس اذا هو بيطبع حاجة واحدة فيهم يا اما دي تمام طيب انا لو عايز احط في الالس يعني هو لو مثلا تعالوا نعمل حاجة تاني ادي الاكس بتساوي تساوي اربعة هنا بقول له لو الاكس بتساوي اربعة يطبع ليس طبعا هي ما بتسويش اربعة يببع مش هيخش هنا يببع يخش في الالس صح انا مش عاوزه يخش الالس على طول انا مش عايزه يخش الالس الا لما تكون الاكس الاكس مثلا مثلا يعني بتساوي ثلاثة يببع نعمل ما بينهم مسافة ونحط الاكس بتساوي ايدي الاكس تساوي تساوي ثلاثة بصوا كده معاي كده ايه اللي هيحصل هنا دلوقتي انا هو الاكس بخمسة بقول له هل الاكس باربعة؟ لو اكس باربعة هينفز اللي جواه هيكتب ياس لو الاكس مش باربعة تمام؟ هينفز اللي هنا هيخش على الالس طب هو داخل على الالس جوا الالس قالوله اف الاكس بتساوي تساوي ثلاثة يدخل جواه لو ما بتساويش ثلاثة يبقى ان هيحصل مش هامل حاجة لان ما فيش اي شرط اتنفز طب لما انا قمت كاتب هنا اتباع لي او الس بقى من غير اه شرط مسلا اتباع لي اي حاجة بصوا انا نكتب كده ونحط بواها اه مسلا نكتب ناسنك ناسنك تمام؟ بصوا كده هنكتب هنا اه اه نكتب جوه جوه مسمى بتاعه وهذه الثготовة toilس بس بصوا كده معي انا لو داخل جوه الاف هيطبع لو داخل جوه الالس اف هيتبع لو داخل جوه الالس بس اطبع اس. طيب انا اخلي مثلا مثلا. الاكس بتساوي خليها خمسة سايمة. ماشي? وهو بقيل له اف الاكس ماينس اتنين بتساوي تساوي اربعة. هل الكلام ده يحسن? لا خليناها ماينس واحد. بتساوي تساوي اربعة. هل ده الشرط ده صحيح? ما عرش. ستعى نشوف. ايه اللي حصل? ار. لان ما فيش سمي كلون هنا. ونعمل تاني. اه دخل جوه الاف. ليه? ليه? لان هو دخل هنا. قال لو الاكس ناقص واحد. بتساوي تساوي اربعة. اتباع لي. خشي جوه. فهو في عجل ان الاكس ناقص واحد. بتساوي تساوي اربعة. اذا هنا انا ممكن اكتب اي اقعد بقى اكتب شوية عمليات حسابية جوه الاف عادي جدا. ما فيش مشكلة. يعني انا لو قعدت هنا اجتم عمليات حسابية من هنا للصبح. عشان الشرط يتنفز. يدخل ما فيش مشكلة هيقعد يعمل عمليات حسابية كلها. ولو الشرط هيدخل. لو مش هيدخش على اللي بعدها. يشوف هل هي ترو ولا فرصة. لو تروح يخش. مش هيدخش على الاخيرة. الاهم من غير شروط يبقى يخشها. لكن في حالة ان هو دخل في اي واحدة من الفقهم مش هيخش الاخيرة. تمام? يعني الاخيرة دي يخشها. لو اه محققش اي شرط من الشروط اللي فوقها. تمام? طيب. في حاجة كمان. انا لو عايز احط اكتر من شرط. يعني انا هقول لك مسلا اه انت هتخش الكلية بس بشرط. كلية مسلا حاسبات او كلية الناس. بس بشرط. انك تجيب خمسة مسلا وتسعين في المية في سنوية عامة. دي اول شرط. تاني شرط انك تكون مسلا تابع للمنطقة الجغرافية اللي الكلية دي فيها. وإلا هتخش على كلية تانية. يعني كلية مسلا هندسة المنوفية. لازم اولا تكون جايب مجموعة. وتكون تابع للمنطقة الجغرافية جهة المنوفية. لكن لو انت تابع للمنطقة جغرافية تانية. فلس تتخش بقى كلية هندسة بس في جامعة تانية. مش في المنطقة دي. ازا فيه شرطين هده لدخول كلية هندسة. طب انا لو عايزة نفذها بالف ارس. الف ارس هنعين احطت شرط واحد. طيب الشرط التاني هحطه فين? ينفع هحط شرطين? اه ينفع هحط شرطين. ازاي? تعالوا نكتب الشرط الايراني. اللي هو مسلا مسلا. الاكس بتساوي تساوي. خمسة. عشان احط الشرط التاني. اعمل ايه? هكتب اند اند او ار ار. اند اند او ار ار. هنشوفهم دلوقتي الفرق ما بينهم. اه بصوا كده. تعالوا يعني مش جازي من الحاجات الجتاحتي دي مش مش محتاجينها. بس تعالوا نشتغل على الاولاية. ممكن نمسح الاف ارس. احنا اه هنحط الشرط التاني بعد الاند اند. فانو معيله. والاكس. نوت اكوال زيرو. بصوا معي كده شوية الشروط ديت. انا جاي بشرطين دول. انا جاي بالشروط دي عشان اعلمكم شوية حاجات. اه يعني مهمة جدا. اولا الاكوال اكوال. ديت مقارنة. هل هو بيساوي ولا لا. النوت اكوال. دي مقارنة. هل هو لا يساوي ولا لا. تمام? يعني الاولانية هل هو يساوي ولا لا لا. التانية هل هو لا يساوي ولا لا. نوت اكوال. طيب. اند اند معناها ان لازم الشرطين يبقوا تروه. لو الشرط فيهم مش تروه. لا مش هيخش. مش هينفز اللوجو. اذا تعالوا كده نكتب هنا يس. تعالوا نطبع ونشوف ادني. قال لي يس. قال لي يس. اذا ده معناه ان الاكس بتساوي تساوي خمسة. وفي نفس الوقت الاكس ما بتساويش صفر. طيب لو انا قلت مسلا الاكس ما بتساويش. مسلا مسلا يعني. او لا خلقنا هنا مسلا نكتب. الاكس ما بتساويش. خمسة. هل الاكس الاولانية بتساوي خمسة ايود حقيقة. ايود حقيقة. ايود هي بتساوي خمسة. اذا دي جيدا. الشرط ده gears بغ이라isa. طيب عند اند الشرطったاني. هل الاكس ما بتساويش خمسة? ازاي. لا طبعا غلط. الاكس بتساوي خمسة. ازا الشرط الثاني فولس. عيبة مش ليخش. اي drawing? الله هايحصل. مش هينف getting ما طبعش حاجة. لكن لازم الشرطين يبقوا true. طب انا لو عملت or or. بصوا كده بقى في حتة اللي جاية دي. ده معنى ايه? معنى ان ده او ده. or يعني او. يعني خلونا نخدها بالمنطقة. or يعني او. لازم احد الشرطين على الاقل يبقى true. احد الشرطين على الاقل يبقى true. في الحالة دي هيبقى condition صحيح وهيدخل. لكن لو في اللي اتنين فورس. لا يبقى كده مش هيخش. لازم على الاقل واحد. طيب تعالوا كده نشوف. هيدخل ولا لأ? اه. في مشكلة في النت. اه كنت دخل وقال ليس. بصوا كده معي. انا مكان and and مدخلش. اول ما غيرتها or or دخل. مع ان هنا الشرط ده غلط. الشرط ده بس بصح. ازا في الحالة ديت برضه هيخش عادي. لانه هو على الاقل شرط واحد يبصح. ازا لو انا خليتها مسلا باربعة. ازا الشرطين فورس هيدخل. مستحيله يدخل. ما عملش حاجة. اه احنا كده خلصنا ال if والكونديشنز بتاعتها. وشوية اه. المهو زي او 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 في حاجات تانية مسلا اكبر من او تساوي اصغر من او او تساوي. الكلام ده ممكن نعرفه. او زي مسلا ان احنا نكتب كده. اكبر من او تساوي او اصغر من او تساوي اي ان يكون يعني. تمام? دي اكبر من او تساوي التانية او اصغر. اه. وممكن تعمل اكبر من بس او اصغر من بس من غير يساوي. تمام? دي كلها كونديشنز ممكن تستخدمها جوه بتاع ال الكنديشن اللي بتاع ال if يعني. اللي هي الدائرية. تمام? اه المرة الجاية نخش على السويتش كيس. اه استنوا.